كلم عن القصة لأن القرآن الكريم مليء بالقصص في إيه حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يملأ الكتاب المبين بالقصة فضل الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بكلمة منها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت على قلبه السكينة وبكلمتين جرت بنوح ومن معه السفينة وبكلها أسلمت بالقيس على مرء ومسمع من كل أهل المدينة الله أهل الكرآن الكريم ذكر كما تفضل أخونا لأستاذ محمد الكثير من القصص كلمة يا أستاذ محمد كلمة القص في اللغة هي الإخبار بحق هي الإخبار بحق فالرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق والقرآن صدق الله عز وجل حينما يذكر القصة في القرآن يذكرها من أجل العظة والعبرة فالإنسان ينظر ثم يقرأ ثم يعتبر ثم يعمل فالقصة تذكر في القرآن من أجل العظة والعبرة والله عز وجل قال ذلك في صورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب من الذي يعتبر بهذه القصة هم أولي الألباب أصحاب العقول الذين يفهمون القرآن كما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يا شيخ علي أنا ملاحظ حاجة أنه يعني حضرتكم سادتنا العلماء دائما تستشهدون بالقصة حتى لو من الحياة نعم علشان تقرب كمثال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالقصة في ترسيخ الدعوة أيوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان في من كان قبلكم أبرص وأقرأ حتى يرسخ الإسلام ويرسخ العقيدة في نفوس الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتي بالسؤال أتدرون لو أنا نحرم بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرانه شيء قالوا يا رسول الله لا يبقى من ضرانه شيء فقال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين من هذين ورضي عن صاحبه صاحبهم الثالث الذي فوض أمر الرزق لله سبحانه وتعالى وأقر بأنه كان لم يجد شيئا وكان فقيرا ولكن الله عز وجل أعطاه الله شكرا إلى جزء لكم